زيادات مرتقبة في منحة التقاعد لموظفي قطاع التربية ستصل إلى 32 مليون سنتيم بعد أن كانت 26 مليون سنتيم زيادات سيستفيد منها الموظفون الذين سيحالون على التقاعد بداية من السنة الجارية المخرجات الجمعية العامة الأخيرة بين الأشياء التي تم تثمنها هي منحة التقاعد حيث كان الموظف أثناء إحالته على التقاعد يتقضى منحة قدرها 25 مليون سنتيم في هذه الجمعية العامة رفعت إلى 32 مليون سنتيم يتحصل على الموظف فور إحالته على التقاعد ولأن أكثر من 60% من الميزانية العامة للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية والتي تقدر بألف مليار سنتيم توجه لمنحة التقاعد وبعد أن تم إلغاء التقاعد النسبي فإن اللجنة ستكون في أريحية لضمان تسديد منح التقاعد بإمثال التحكم في هذا المبلغ لأنه من قبل منحة التقاعد كان هناك مشكلة لما أحيل على التقاعد عشرة الآلاف من الموظفين أثناء غلق التقاعد النسبي والمسبق خلقتنا بعض المشاكل أما الآن مشكلة التقاعد فالعدد تقريب المستقر بمعنى آخر ما كانت أعداد كبيرة كل سنة وحال على التقاعد هذا وشرعت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في استقبال ملفات الموظفين والأساتداء الذين سيحالون على التقاعد هذه السنة في انتظار استكمال ملفاتهم للاستفادة من الزيادات في منحة التقاعد